موسيقى بداية استقبل رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تابون اليوم سيد روبيرت فلويد الأمينة التنفيذية لمنظمة معاهدة الحضر الشامل للتجارب النووية والوفد المرافق لأهو اللقاء حضره وزير الدولة وزير أشهون الخارجية والجلية الوطنية بالخارج وشؤون الإفريقية أحمد عطاف وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب والأمين العام لرئاسة الجمهورية منجي عبد الله وبمركز البيانات الوطني بمحافظة الطاقة الدرية بالعاصمة نظمت اليوم ورشة عمل حول تكنولوجيات معاهدة الحضر الشامل للتجارب النووية لمراكز البيانات الوطنية للدول الناطقة باللغة العربية بحضور وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب والأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحضر الشامل للتجارب النووية روبرت فلويد وبالمناسبة بحثت طرفان سبول تعزيز التعاون في مجال تبادل المعارف والخبرات بين المراكز الوطنية للبيانات وتسهيل التعاون بين الدول الأعضاء ومنظمة الحضر الشامل للتجارب النووية خاصة فيما يتعلق بالجانب التقني والعلمية في طاري مشروعي التعاون الذي أطلقته وزارة أشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وشؤون الإفريقية مع الاتحاد الأوروبي نظمت اليوم الوكالة الوطنية للترقية الاستثمار لقاء تناول فيه المشاركون موضوع الاستثمار وتنويع الاقتصاد وتبادل التجارب مع أوروبا الوسطى حيث أكدوا توفر الجزائر على ملاخن اقتصادي هام يمكن من تجسيد مشاريع استثمارية ناجحة شكل موضوع التكافل باللاجئين وتوفير كافة الظروف لمرافقتهم محور لقاء رئيسة الهلال الأحمر الجزائري بالمفوض السامية المساعد لشؤون العمليات بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مازو رؤوف الذي يؤدي زيارة عمل إلى الجزائر وبالمناسبة زار طرفان أحد المرافق التابعة للهلال الأحمر الجزائري حيث يتم التكافل باللاجئين صحيا ونفسيا في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الرابع والعشرين بعد الأربعمائة حيث استشهد ثمانية فلسطينيين واصب آخرون بجروح مختلفة اليوم إطرى قصف جيش الاحتلال لبيت لاهية شمال قطاع غزة استهدف خلاله تجمعات للنازحين ليرتفع بذلك عدد الشهداء في شمال القطاع منذ فجر اليوم إلى 12 شهيدا وعشرات الجرحة أما في جنوب قطاع غزة فأصيب خمسة فلسطينيين يترقص في الاحتلال تجمعا للفلسطينيين شرق مدينة رفح وترافق ذلك مع عمليات النصف وتدمير لعشرات المنازل والمباني في المدينة في لبنان أصدر جيش الاحتلال الصهيوني صباح اليوم اندارا لسكان القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية عدد الخط الأزرق لمنعهم من التوجه إلى منازلهم وفي وقت لاحق نفذت مسيرة صهيونية غارة على بلدة بيت ليف في جنوب لبنان وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت استشهاد تسعة أشخاص على الأقل مساء أمس في غارتين استهدفت بلدتين في جنوب لبنان في حاصلة هي الأعلى منذ دخول الهدنة بين الكيان الصهيوني والمقاومة اللبنانية حيز التنفيذ الأسبوع الماضية ونختم برياضة ومن أجل ملاعب آمنة في إفريقيا بادر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالتنسيق مع الاتحاد الجزائري إلى إقابة ورشة عمل لفائدة مختلف المعنيين بتنظيم المباريات في الجزائر الورشة أشرف على تأطيرها خبراء الأمن في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمشاركة مختلف الفاعلين وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا المجاز الإخباري عودة إلى الزميل فتح يعقوب وبرنامج الظاهرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته